اشتركوا في القناة من خلال دعم عملية التعليم وريادة الاعمال والابتكار والبحث العلمي شو اهمة تحديات اللي عم بتشوفه انه شباب وروايد العمل عم بيعانوا مننا بالرياض عم نشوف صراحة افكار كتير رائعة وابتكارية من المنطقة العربية متواجدة جدا التحديات كتير ونفس التحديات اللي عم يواجهها في العالم العربي ان كانت البطالة والفقور ونفس التحديات اللي هي العالمية المتواجدة كيف نحسن البيئة كيف نتصوي الطاقة المياه فمجموعة كتير جدا من الشباب والشابات في العالم العربي بدأت تتفكر الان كيف تحول التحديات العالمية وتسوي منها فرص تخلق من خلالها اعمال وعم نحاول نتسجع كتير شباب من عدة مبادرات من كانب التوعية ومن كانب التدريب المجاني بحيث يستطيعون ان يحولوا هاي الافكار ويلاقوا حلول هاي الحلول هتوصلهم للعالمية ان شاء الله من خلال عدة مبادرات وعدة تعاونات استراتيجية مثل مثال عليها الامور نتعاون كثير مع الجامعات بحيث ننقل البحث العلمي المتواجد في الجامعات نخصم في ادارات الهندسة ورمام بحيث انها تطلع من الدروج تتوصل لتصير مشاريع تجارية ناجحة في السواق حالو شو المشاريع المستقبلية لانتل شو عم تخططه قريبا المعلوم مشاريع المتواجدة في العالم العربي عم تجي تحت مضلة مبادرة اطلقناها من خمس سنوات اسمها مبادرة انتل للتحول الرقمي Digital Transformation Initiatives وتصب في الاخير هي هدفها انه فعلا نحاول الوصول للاقتصاد المعرفي من خلال تحسين التعليم من خلال اعطاء فرصة للابتكارات والبحث العلمي لتحفيز الجيل القادم من المبدعين من الشباب والشابات لا الوصول الى ابتكارات تحل مشاكل عالمية ودعم الابتكارات والبحث العلمي بشكل عام اكثر في الجامعات فمشاريعنا كثير من تحت المسؤولية وخدمة المجتمع نتعاون كثير مع الشركاء الاستراتيجيين مثلا نحن فخورين جدا بالشراك الاستراتيجي الجديد اللي امضطها انتل مع ونباب وهي الشراك الاستراتيجية على مستوى عالم العربي فمعظم برامجنا الان عم ننتقل فيها بدل ما كانت متواجدة فيها بلاد معينة زي الممكة العابية السعودية او مصر والاردن او المغرب او دباي الان عم نفكر بالشركات الاستراتيجية تضيف قيمة لا العالم العربي ككل شكرا خالد اشتركوا في القناة